صباح الخير، كيفك ميسون؟ تمام الحمد لله كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع؟ تمام الحمد لله نحن طبعا معكم لايف عبر صفحاتنا روتانا ريديو جوردن وعمان تيفي أوفيشل وأكيد تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الرقم 06569099 ورح نبدأ يا ميسون مع أول ميسج من ياسر ياسر بده يعرف عن موليد برج الدلو الدلو بينقسم لأسمين بهذا الشهر وقلنا في العشرية الأولى والثالثة خاصة الكثير من برج الدلو اللي كانوا يتابعوا مسألة مالية وحصلوا عليها عندهم صعوبة بمتابعة هذا الأمر المالي أو بمتابعة أمورهم كمشاريع أو كدخول بوضع معين لذلك عليكم اختيار الشريك المناسب لحتى تقدروا تديروا هذه الأموال بشكل صحيح وعندنا العشرية الثانية عندها معاملات مادية قد تكون بيع وشراء أو ورث أو سلفة أو قرض هاي البدائل المادية اللي عم تبحثوا عنها رح تتعرقل نوعا ما لغاية آخر عشر أيام بالشهر ممكن تلاقوا الحلول المناسبة لحتى يكون الأشهر القادمة تكون الأمور محلولة بإذن الله كمان عندنا هذا الشهر أنت اللي بتقرر سواء أن كنت رح تتقدم أو تتراجع وحسب خطواتك وأفكارك وأيضا حافظ على أسرارك ومخططاتك بشكل كثير كبير لأنه أنت تحت الضوء في عندك ارتقاء بسلمات النجاح النص الثاني أيضا بدك تنتبه لصحتك وعاطفيا في كتير من الأمور اللي عم بتفكر فيها لمستقبل بعيد وهذا الشي عم يقلقك نوعا ما وغير المرتبطين الفرصة مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب نعم في عنا ميسون كمان حسن عم يسأل عن التوافق بين ذكر الثور وأنثى العذراء الثور وعذراء بتمشي الأمور معاهم ناس عمليين جدا بيقدسوا العمل بيحبوا العمل وأيضا من الناس اللي نظاميين بحياتهم البرجين فهذا الشيء يخلق بعض الأمور الإيجابية العالية المستوى اللي يتخليها العلاقة ناجحة ولكن على المدى البعيد بنا نقضي على الروتين ما بيصير نمشي بنفس الوتيرة لأنه هذا الشيء رح يخلق تراجع نفسي نوعا ما بين الطرفين يقضي على الحب على الفكاهة على بعض الأمور الرومانسية فبدنا تغيير بالحياة على المدى البعيد لحتى يصير تجديد وتضل العلاقة ناجحة بإذن الله هم العذراء والثور أنا بعرف على مستوى الصداقة يعني أنا واحدة من أعز صديقاتي من موليد برج الثور كتير بينسجموا مع بعض والصداقة نفس الشيء نعم حتى بالشراكات العملية كتير بتمشي الثور مع العذراء نعم في عنا ميسون كمان ياسمين عم تسأل عن آخر التوقعات الفلكية لموليد برج السرطان السرطان أمورك ممتازة شهر كتير ممتازة على المستوى العملي والمهني في بعض الكبير من برج السرطان عنده الإنفاق أكثر من الوارد يعني الخارج من جيبته أكثر من اللي عم بيجيه وهذا الشي عم بيخليه يرتبك نوعا ما في سعي بكثير بجد كثير عالي أنه تدخل على عمل جديد أو على شراكة جديدة أو على مشروع جديد غير العاملين أيضا عندهم فرصة مناسبة لأنهم يعملوا أو يبدأوا بمشروعهم الخاص السعي المتواصل هو الأساس للوصول والتخلص من كل ما كنت عم بتعاني منه من بداية السنة كثير من السرطان اللي كان عندهم أمور مالية متردية ومتراجعة شهر ستة الفرصة كثير مناسبة أنكم تتخلصوا من كل الديون أو تحطوا وضع قدم على بداية جديدة بداية ناجحة جدا بالتخلص من هذه الديون تزداد الأفكار السلبية وخاصة من الماضي وحاول تتخلص منها يا برج السرطان أنت على مفترق طرق أنك تتقدموا بنجاح على كل المستويات أيضا العشر أيام الأخيرة أحسن أيام الشهر وكثير فيها تطورات على المستوى المهني العاطفة في تأجيل بالقرارات العاطفية لكثير من برج السرطان وغير المرتبطين ممكن يتخذوا قرار بالارتباط ولكن رح يكون مش فعلي فقط أفكار وتنفيذها رح يكون فيما بعد في أنما يسون عبر صفحة روتان الريديو جوردن طلب كتير كبير على موليد برج الحمل من حبيبة وندى وعبد الله أيضا برج الحمل شهر التقلبات والمزاجية والشعور بالملل والشعور بالتراجع هذا كله بدك تتخلص منه لأنه فقط أول عشر أيام أو أول أسبوع من شهر ستة ورح ينتهي رح تسترجع طاقتك من جديد هاي العشر أيام رح تلاقي كل شيء تعرضه أو كل شيء تقدمه بالعمل رح يكون مرفوض حتى لو كان هو صح هذا الشيء اللي رح يشعرك بالسلبية ما تخليه يسيطر عليك ما تشعر بالملل عليك عدم التخلي عن المحاولة لأنه المحاولات رح تكون ناجحة جدا خاصة بالنصف الثاني من الشهر تواجه بعض أحد المقربين أو الشريك العملي أو الشريك العاطفي في مواجهة جديد من نوعها رح تكون تحت المسائلة المستمرة عن كثير من الأمور لذلك كون واضح بأجوبتك ما تأجل الأمور كمان عن المستوى العملي والمهني النصف الثاني رح تكون تحت الضوء لذلك رح تواجه كثير من الناس اللي ممكن يعرقلوا مسيرتك أو يخلك تتراجع عن شيء هو صح لذلك اعتمد على نفسك وعلى قراراتك وعلى عقلك باتخاذ القرارات لأنه وما تتشتت هذا يعني بآراء الناس ما تتشتت وما تتردد لأنه رح تكون خطواتك إذا مدروسة صح رح تكون ناجحة بإذن الله العاشر أيام الأخيرة هي الأفضل والعاطفة عليك الصبر والهدوء وتحمل الطرف الآخر وكون مستمع جيد لحتى تعدي هاي الفترة بأقل الخسائر في عنا ملك وصارة حابين يعرفوا عن موليد برج العقرب العقرب شهر جيد مالياً إذا عرفت التعامل مع المعطيات الجديدة وانتبه لقراراتك بالمهنة ما تدخل بمشاريع جديدة ولكن حاول أنك ترتقي بالمشروع اللي أنت فيه توسع المشروع اللي أنت فيه أي شيء جديد هذا الشهر مش من مصلحتك عليك الاهتمام بمشروعك الحالي خاصة من المنافسين وتنتبه للتفاصيل الصغيرة أبل الكبيرة حتى ما تتراجع أمورك المالية عليك عدم الاقتراض أو الإقراض يعني ما تستلف ولا تسلف لأنه هذا الشهر مالياً بدك تكون أمورك مستتبة جداً فما تدخل بمثل هيك قضايا حافظ على أسرارك لأنه أنت معرض لعمليات النصب والاحتيال فما تعطي سررك لحده والعشر أيام الأخيرة هي الأفضل وعاطفياً أخبار تساعدك تخص أحد أفراد الأسرة رشا ميسون رشا جمعة حياتنا رأي إليك بدأ تعرف عن موليد برج الجوزاء الجوزاء من الأبراج الممتازة جداً بعد برج الجدي شهر تنتهي في كل المطبات وشهر يحمل الكثير من التغيير على المستوى المهني وعليك الانتباه لعدم الدخول بأي نوع من المشاكل لأنه إذا دخلت بمشاكل رح تتراجع أمورك ورح تظلك تراوح بمكانك لآخر السنة ومش لآخر الشهر فهي فترة كثير ممتازة لحتى تعيد هيكلة حياتك من جديد وتحط أسس جديدة خاصة بطريقة التعامل مع الآخرين ما تعتمد على المقربين بحل مشاكلك ممكن تأخذ النصيحة ولكن عليك أنه أنت تدرس أمورك بشكل صح وتتخذ قرارك من راسك انتبه لصحتك خاصة بمنتصف الشهر واعتمد الهدوء والحفاظ على الأسرار العاطفة ما تعكس مشاكلك خلال هذا الشهر على العائلة أو على الشريك أو على قراراتك العاطفية حاول تصفي ذهنك قبل ما تتخذ أي قرار عاطفي في عنا كمان ميسون رعد عم يسأل عن موليد واحد وعشرين سبعة واحد وعشرين سبعة بده يكون اتنين وعشرين سبعة بينتهي السرطان أوكي فا ما أخذ من الأسد شوي لا جوزاء لا هو سرطان واحد وعشرين سبعة 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 ما أخذ من الأسد شوي هلأ السرطان حكينا أنه أكتر من مرة السرطان عندنا نوعين من السرطان لأنه العام الماضي كان فيه ناس عندهم بعض الأمور اللي هي مالية وغير ملتزم فيها فببداية هاي السنة كان عندك مشاكل مالية حاولت الهروب منها أو التخلص منها بطريقة أو بأخرى أنت من أول الشهر من أول السنة لغاية بداية شهر ستك كان عندك السعي المتواصل لحتى توصل لقرار يخلصك من هاي الأمور فهلأ ببداية شهر ستة الفرصة كتير مناسبة شرط أنك تمسك إيدك التبذير العلامة المسجلة على برج السرطان كثير مبذرين كثير مبذر بسبب وبدون سبب فبدك تنتبه للأمور المالية تعمل بيزانية تبشي عليها لحتى تقدر هذا الشهر تحط النقاط على الحروف بالتخلص من كل الأمور المالية المتردية والمتراجعة أما اللي كانوا ملتزمين ماليا من بداية هاي السنة إلى هلأ في عندكم الأمور كثير ممتازة وقدرتوا أنكم ترتاحوا ماليا حتى على المستوى العاطفي قراراتكم رح تكون فيها الكثير من غير المرتبطين أنهم يرتبطوا لأنكم ماليا مرتاحين وحتى غير المرتبطين أموركم مع العائلة ممتازة جدا عكس الجزء الأول اللي حكينا عنه نعم صارت الساعة 12 فإحنا مضطرين أنه نختم بدي أشكريك ميسون وأكيد أنت رح تكوني معنا كل يوم بنفس الموعد لنتابع حديثنا عن باقي الأبراج وإنتم مشاهدين ومستمعين أبدأ أتمنى لكم بقي تنهار ممتع يا رب ومنتج وإن شاء الله لقاءنا بجدد فيكم بكرة دائما عبر هوا راديو راتانا وشاشة عمان تيفي ظلوا بألف خير وإلى اللقاء صحة 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 صح اشتركوا في القناة